السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض نقطة بسيطة وهي ان انا لو عاوز اعمل كذا ارجن واسايفهم على الهند فانتم لو جيتوا تلاحظوا عندي هنا ده اكس واحد وي واحد زد واحد تمام? انا لو جيت صفرت ال اكس وال وي هنا وصفرت الزد تمام? اذا انا كده على ال اكس واحد وي واحد زد واحد انا مصفر تمام? دول دي تصفيره مثلا بتاعت شغلانة لو عاوز ان انا اعمل شغلانة تانية في مكان تاني حلو? فعايزة اسايف لها ارجن وما اقربش لل ارجن بتاع اول شغلانة اعمل ايه? بضغط على مينيو معاها رقم اتنين هتلاحظوا ان هنا اكس اتنين وي اتنين زد اتنين تمام? هلاقي هنا راحت في مكان تاني خالص اللي هو ده ارجن جديد تمام? لشغلانة تانية لو تلاحظوا بلاقي الرقم ده بيتغير اللي هو جنب الاكس والاي والزد فلو عاوز سايف مسلا بعمل له اه اه لو عاوز اعمل ارجن مسلا ده لشغلانة تانية بضغط اه اكس واي زيرو زد ايه زيرو تمام? طيب هو نفترض ان في شغلانة تانية في حتة تالتة خالص على سطح المكنة عايزة اعمل لها ارجن جديد فا او او مماليش دعوة باول اه صفر بتاع اول شغلانة وتاني شغلانة كل شغلانة لها صفر بتاعها تمام? عايزة اعمل صفر جديد اعمل ايه? بضغط على مينيو تمام? وبختار ايه? معاها وانا ضغط على مينيو رقم تلاتة هلاقي هنا على طول ان الارقام دي اتغيرت بقيت تلاتة تمام? عايزة صفر اعمل لها ارجن اول بقى ايه? بعمل ارجن لايه? شغلانة يعني انا اول نفترض انا مسبت اكتر من شغلانة على سطح المكنة وكل شغلانة عايزة اعملها باورجن لوحدها تبقى ليها صفر لوحدها صفر اللي هو ايه? صفر الشغلانة تمام? بس فالنقطة دي يعني معلومة بالنسبة للناس اللي ما تعرفش على فكرة انا معايا لحد تسعة ارجن يعني انا ممكن لو مينيو مع رقم تسعة هتلاقوا هنا هوت بقى تسعة تمام? لو عايزة صفر لو عندي التسعة شغلانة على سطح المكنة تمام? ده صفر الشغلانة بالنسبة لايه? بالنسبة لتسع شغلانات على سطح المكنة انا عاوز اشتغل فيهم في وقت واحد. تمام? عايزة ارجع مسلا للاول شغلانة خالص مينيو بلاس واحد. تمام? اهو. مينيو مع رقم واحد. كده انا هتلاقوا هنا الاهوة دي اول ده الصفر اول شغلانة. لو ضغط على بلاقي المكنة بتروح للصفر بتاع اول شغلانة. تمام? ويا ريت اللي استفاد بقى اه دعوة حلوة كده ويشترك برضو في القناة لو مش مشترك ويدوس لايك يشجعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة